طاقتك العامة هي في هذه الفترة أنا أرى في هذا القرد بأن الله موفقك في هذه الفترة في الحالة المادية احتمال بأنك بدأت عمل جديد أو بدأت مشروع جديد خاص بك أو جاءت إليك بدون سابق علم فرصة مالية كبيرة جائزة يناصيب احتمال ورثة كنت منتظر احتمالي أنك كنت معطي مقرض أحد شخص ما مال وأعاده إليك فأنت إذن الآن في طاقة مالية جيدة وتوفيق من عند الله أنت أو أنك ترى بأن هذا الشخص مثل قطعة العملة هو ثمين وغالي عندك كثيرا احتمال جينارة أنت ترى بأن هذا الحبيب متباعد عنك وهو فقط متواصل معك بروح أنت تراه في غاية الجمال أيضا وفي غاية أنت تراه احتمال أنك تراه متدين إنسان متدين إنسان خلوق إنسان حكيم لا يتتلم كثيرا هادئ متواصل بالروح معك هذا الشخص قد حصلت خلافات في حياته ربما كانت هذه الخلافات أو هذه المشاكل معك ربما كانت في عائلته أو ربما كانت مع أحد الأشخاص ربما صار بينكما خلافات ومشاكل وهذا الشخص الآن يشعر بالخسارة خسارة خسارتك له وخسارته لك هو يشعر بأنه هذه العلاقة قد تحطمت وكلاكما قد خسر هذه العلاقة ليس هو لوحده هو يحبك حب عقلاني هو يحبك حب ناضج هذا الشخص هو شخص واعي جدا ويحبك من كل قلبه وعقله أيضا ويحبك بدون مقابل هذا الشخص لا يريد أن يأخذ منك أي شيء هذه هو احتمال بأنكما أنت وهذا الشخص متزويين احتمال بأنكما متزويين أو احتمال بأنكما في علاقة طويلة وهذا الشخص احتمال بأنه يكون أم لأبنائك أو زوجة أو حبيبة منذ زمن أو حبيب هذا الشخص يراك العالم كله وهو مكسور قلبه جدا احتمال بأنكما كنتما في علاقة طويلة وقد شعر هذا الشخص بأنك خنته ذهبت إلى شخص آخر بأن أحد الأشخاص قد دخل حياتك وسبب له جرح وكسرة قلب وخيانة فهو احتمال بأنه يشعر بالخيانة طاقاتك لهذه القراءة أنت في هذه الفترة لهذه القراءة الطاقة أنت إنسان حقاني تريد أن تحل الموضوع إذا كان هناك خلاف بين هذا الشخص بينك وبين هذا الشخص لأنك في هذه الفترة أن تقاطع معه بالكلام لا تكلمه أبدا ولكنك تريد أن تكون معه بشكل تتلم معه بشكل عقلي من العقل إلى العقل وتحاول أن تحل المشكلة بينكما تحاول أن تعرض هذه المشكلة وتقول ما لك وما عليك أنت إنسان كما قلت حقاني لا تحاول أن تكون لا تحب أنصاف الحلول تريد أن تضع حل أن هذه المشكلة بشكل جذري لا تحب الأخذ والعطاء واللف والدوران أنت إنسان صريح وواضح طاقة الحبيب هو في غيظ وغضب احتمال بأنه يكون هذا الشخص بأنه غضبان منك احتمال كبير أو بأنه هناك في تواصل روح بينكما كما قلت هذه البطاقة تدل على أنه احتمال بأنه غيظ وغضب ومتباعد عنك في هذه الفترة أو احتمال بأنه يريد أن يحاول أن يعيد شعلة العلاقة بينكما ويحاول أن يصلح الأمر أيضا من جريد احتمال كبير أنه يكون غضبان هذا الشخص لكنه هذا الشخص يريد بداية جديدة معك مشاعرك باتجاه الحبيب ترى بأن هذا الحبيب منهمك بأعماله مشغول عنك من وقت طويل لا يعطيك أي مشاعر في هذه الفترة هو مهتم بنفسه وبنجاحاته وبأعماله أو ربما يكون مع شخص آخر في هذه الفترة ربما تكون طرف ثالث في هذه الفترة قد دخل بينكما ربما من طرفك وربما من طرفه هو يشعر هنا بكسرة القلب هو يشعر من طرفه بأنك أنت من دخل علاقة ثلاثية وأنت تشعر احتمال بأنك أنت الآن في علاقة ثلاثية ومهتم بأعمالك وبالشخص الذي معك ربما تعملين مع بعضكما في نفس مكان العمل مشاعر هذا الحبيب هو يحبك لدرجة كبيرة إذا وصل الشخص لكسرة في القلب فهذا يعني بأن هذا الشخص كان يحبك لدرجة كبيرة وكان متعلق بك جدا جدا وأنت قد حصل منك موقف ما قد حطم أو جرح قلبه هذا الشخص وهو يحبك جدا ويحاول أن يقدم يريد أن يقدم لك عرضا من جديد يريد أن يكون معك من جديد وتتصالحان وتتصطيان ويكون في بداية جديدة معك هو مستعد للبداية الجديدة هذا الشخص وهو مستعد لعلاقة ثابتة وراسخة معك هو لا يريد هذا الشخص أن يتسلى هو يحبك من كل قلبه هو يراك بأنك إنسان حنون ولطيف ومتسامح وأنت الإنسان الذي يحب أن يكون معه أنت إنسان ناضش مديتك جيدة والحمد لله أنت من يشعر معه بالاستقرار بالحب، بالحنان، بالعطف بالمناسبة هذه البطاقات برج العذراء برج الدلو برج الحوت وبرج السرطة إذن هذا ما هو يراك هو يراك بأنك كنت حنون عليه وربما كنت تساعده لهذا الشخص مادياً ربما تشعر بقيمته في حياتك تراه بأنه في حياتك مثل مثل الذهب وأنت تريد أن تكون معه أنت تعرف قيمة هذا الشخص جيداً وأنت تراه جداً مناسب، الشخص المناسب بالنسبة لك أنت تحب أن تكون معه في علاقة ثابتة وراسخة في الزواج لا تريد أن تتسلى مع هذا الشخص هو يشعر معك هكذا هو يشعر بأنه يريد أن يكون معك في علاقة ثابتة وراسخة ولا يريد أن يتسلى نوايا هذا الحبيب لك هو في هذه الفترة يريد أن يتواصل معك بالروح ويريد أن يقف وقف مع نفسه ويحاسب نفسه ويريد أن يختار ويقرر على أمرين هو ممكن أن يكون معروض عليه أمرين هو في حالة اختيار وفي حالة حيرة من أمره أي يظل معك أم يرحل هو لا يحاول أن يختار في هذه الفترة ولا يعرف ماذا يختار ولكن المتواصل هو جدا معك كما قلت في الروح فهو منجذب لك بطريقة كبيرة فهذا الكرت يقول لك بأن هناك إنجذاب كبير بينك وبين هذا الحبيب جاذبية كبيرة بينك وبين هذا الحبيب وهناك إدمان إدمان من طرفك أو من طرفهم ربما إدمان عاطفي أو ربما إدمان عمل من هذا الشخص خطوته القادمة في هذه الفترة هو يريد أن لا يعبر لك عن مشاعره هو يريد أن يبقى هكذا يحاول إذا كنتم في مكان عمل هو يريد أن يتكلم معك بضمن مجال العمل لا يريد أن يخرج إلى العواطف يريد أن يكون معك عقلاني وعملي ولا يريد أن يعبر لك عن مشاعره أبدا أبدا في هذه الفترة هو الآن يحاول أن يكون مبتعد لأنه كما قلت هو يحاول أن يكون في وقفة مع النفس لأخذ الاختيار ربما هو ربما يكون في علاقة ثانية في علاقة زواج أو في علاقة ثانية ويظهر لي هنا بأنه في علاقة زواج ربما كان هذا الشخص متزوج وهو يريد أن يأخذ الاختيار الصحيح لا يريد أن يتسرع هذا الشخص نتيجة هذه القراءة هذه القراءة ستظل هكذا في هذه الفترة أنت وهو ستنظران إلى مستقبلكما هو سينظر إلى عماله ولا مستقبلي وأنت ستنظر إلى عملك ولا مستقبلك لا أنكر بأن هذه الكروت جميعا تدل على أنه هناك جاذبية عالية بينك وبين هذا الشخص كلاكما معجب بالآخر كلاكما معجب بالآخر ولكن هناك إدمان ما احتمال بأنك أنت مدمن على هذا الشخص بشكل عاطفي مدمن وشعر هذا الحبيب بأنك متعلق به جدا لأنه هو شخص كما أرى هنا لأنه هو شخص حنون وعاطفي وأنت تريد أن تعبر له وتعطيه جميع العواطف والمشاعر التي موجود عندك وهو شعر بأن هذا الأمر ممكن أن يكون قد أرهاقه وأتعبه ممكن أن يكون في علاقة أخرى وهذا الأمر قد سبب له احتمال أن يكون أن يسبب له المشاكل وهو يريد أن يبعدك عنه قليلا لكي تبعد عنه لكي تفك التعلق لكي تبعد عنه وتكون بضمن المعقول فإذا كنت هذه البطاقة تقول فإذا كنت قد أخطأت بحق هذا الشخص فحاول أن تصلح ما أخطأت معه به حاول الاستفادة من أخطائك وقم بإصلاحها وإذا كان هناك أسرار بداخلك حاول أن تخفيها حاول أن تكون غامض مثل هذا الكرت حاول أن تكون غامض ولا تبوف بها لأحد لأن هناك من يريد بك السوء فانتبه في هذه الفترة نصيحتك لهذه القراءة تقول حاول أن تبدأ بداية جديدة أن تعيش حياتك أن تمرح تفرح تخرج مع أصدقائك الحياة ليست متوقفة على شخص واحد وإن كان هناك جاذبية وإن كان هناك حب لا تتعلق لا تتعلق بأحد وعيش حياتك وإذا كنت تحب شخص فأعطي لنفسك الفرصة من جديد وأعطي بهذا الشخص بداية جديدة فهو يستحق هذه البداية لعل هذا الشخص يكون هو الإنسان الذي ستكمل معه حياتك شكرا لكم ووليد القوس على هذه المشاهدة وأردو أن أرادكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر